موسيقى لو تعرض زعيم أي دولة لسفينة تجارية تملكها دولة أخرى ليخطف أموالها لقيل عنه أنه قرصان لكن محمدا تعرض لقافلة قريش التجارية وسماها غزوة ومع ذلك قالوا عنه أنه رسول الله لو قام زعيم أي دولة بأخذ الخمس من مدخول تلك الدولة لنفسه لقيل عنه أنه ناهب أموال الدولة لكن محمدا أخذ الخمس من الغنائم ثم سماه الخمس لله وللرسول ومع ذلك قالوا عنه أنه رسول الله لو قام زعيم أي دولة باختيار أفضل فتاة في الدولة التي غزاها ليمارس معها الجنس لقيل عنه شهواني لكن محمدا أخذ أفضل الفتيات في القبائل اليهودية التي غزاها مثل صفية بنت حيي وريحانة بنت شمعون واعتبرهن غنائم حرب ومع ذلك قالوا عنه أنه رسول الله لو قام زعيم أي دولة بشن سبعة وعشرين حرب وستة وخمسين مهمة حربية في ضرف تماني سنين فقط لقيل عنه أنه أمير حرب وسفاك دماء لكن محمدا شن سبعة وعشرين غزوة وستة وخمسين سرية في ضرف تماني سنين ومع ذلك قالوا عنه أنه رسول الله لو قام زعيم أي دولة بالزواج من فتاة في التاسعة من عمرها وهو كهل لقيل عنه مغتصب أطفال لكن محمدا تزوج عائشة وهي بنت ست سنين ودخل بها وهي في التاسعة من عمرها بينما هو في عمر جدها ومع ذلك قالوا عنه أنه رسول الله لو سن زعيم أي دولة قانونا لرعيته وجعل نفسه فوق ذلك القانون لقيل عنه ديكتاتور لكن محمدا جعل أربع نساء لأتباعه بينما هو كسر ذلك القانون وجعل نفسه فوقه وتزوج أكثر من 11 زوجة ومع ذلك قالوا عنه أنه رسول الله لو قتل زعيم أي دولة معارديه لمجرد أنهم انتقدوه أو عاردوه لقيل عنه أنه طاغية لكن محمدا قتل كل من انتقده بحجة أنه يحارب الله ورسوله مثل كعب بن الأشرف مثلا ومع ذلك قالوا عنه أنه رسول الله لو قتل زعيم أي دولة الذين يتركون جماعته بتهمة الخيانة لقيل عنه أنه زعيم مافيا لكن محمدا أمر بقتل المرتد حين قال من بدل دينه فاقتلوه لكن مع ذلك قالوا عنه أنه رسول الله لو قتل زعيم أي دولة أي أقلية دينية في بلده أو هجرهم لمجرد أنهم أقلية دينية عنده لقيل عنه مجرم حرب لكن محمدا قتل يهود بني قريدة وهجر يهود بني النظير وأمر بطرد المسيحيين واليهود من جزيرة العرب حتى لا يدع فيها إلا مسلما ومع ذلك سموه رسوله لو قال زعيم أي دولة بأنه مأمور أن يقاتل الناس حتى يخضعوا لسلطته وإلا فدماؤهم حلال لقيل عنه أنه مجنون لكن محمدا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولو قالوها عصموا مني دماؤهم فأعلن الحرب على العالم أجمع حتى يخضع للإسلام ومع ذلك قالوا عنه رسول الله ترى لماذا لا يتجرأ الناس ويجرمون هذا الشخص كما يفعلون مع باقي الزعماء هل لمجرد أنه عمل ديانة علينا أن نتغاضى عن جرائمه لماذا يعاملونه بمكيال مختلف لماذا هذه المداهنات السياسية هل يخافون أن توقف البلدان الإسلامية البترول وخاصة السعودية أم يخافون أن يثور أتباعه هل صار الحق يخضع للمساومات مساومات المال ومساومات العنف ومتى كان الحق يخشى المال أو يخشى العنف الحق أقوى من المال وأقوى من العنف إذا كان محمد رسولا لله فهطلر والقذافي وصدام حسين ومسليني هم أعدم الرسل الذين بعثهم الإله إما أن ندينهم أجمعين أو نصلي ونسل عليهم أجمعين ترجمة نانسي قنقر